بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنكلم عن rate of return computations ازاي نعمله باستخدام ال-excel sheet ممكن بطريقتين مختلفتين the general procedures based on present worst equation and spreadsheet solution as طبعا انت ترسم الكاشفرودة جرامل للتوضيح ليك set up the rate of return by present worst P0 في الحالة دي set up the spreadsheet system بتقوله والله انت بعد ما حطيت الكاشفرودة جرامل في تيبل عندك بتقوله والله يساوي ال-internal rate of return وتقوله enter ما يقولك من اللي فين قوله والله تدفق النقدي بتاعه في الحالة دي يجيب لك على طول ال-internal rate of return دي طريقة في طريقة تانية انت ممكن تكتب ال-equations بتاعت التدفق النقدي وبتجيب حاجة اسمها data ومن ذا تجيب ال-goal seek بحيث انك انت تقوله والله اعدلي في سعر الفايدة ده هوت علشان يديني ال-present worst بتاعه بيساوي صفر يبدأ يعدل في سعر الفايدة بحيث يحقق لك المطلوب اللي عندك ده اللي بيسموها ال-spreadsheet لكن لو انا عاوز احط تدفق النقدي على تيبل بهذا الشكل واستخدم ال-excel في الكلام ده بيبدأ والله اقوله احط ال-cash flow diagram بتاعي الحاجات اللي بال-negative بال-negative والحاجات اللي بال-positive بال-positive لحد الخلية c لحد الخلية l4 تروح معلم له على range ده هوت كأن التدفق النقدي بتاعك بهذا الشكل اللي عندك حطوله تدفق النقدي طبعاً هيخزن في اعتبارك السنوات والhorizons اللي عندك يبنيت present value versus internal rate of return ال-net present value لما نجنى من المقارنة بينها وبين internal rate of return ال-net present value the cost of capital is used as the actual discount rate عندي سعر فايدة محاقق وده اللي بعوض بي any project with a negative net present value is reject لو ال-present value اللي عندي أو ال-present worst اللي عندي طلع negative برفض المشروع لو طلع positive أنا بقبل المشروع ال-enternal rate of return compare the cost of capital to the internal rate of return بشوف والله the cost of the capital وعلاقتها بالrate of return اللي عندي to be accept the projects rate of return cannot be less than the cost of the capital تكلفة رأس المال هي مثلاً 10% والrate of return بتاعي طلع 12% يبه هذا المشروع مقبول لكن لو rate of return طلع أقل من تكلفة رأس المال اللي عندي أو العب بتاع رأس المال هرفض هذا المشروع rate of return evaluation of multiple alternatives لما كان عندي مجموعة من الالترنيتف when two or more alternatives are under consideration and only one is to be selected أنا عندي أختار مشروع واحد لكن عندي ثلاث أربع مشروع مطروحين للمناقش which engineering economy can identify the one alternative which is considered the best economically the procedures for using rate of return technique to identify the best is presented بنعمل ما يسمى what is the impact of the discount rate of return on the investment هنا هوت مثلاً أنا يعني لما يبقى عندي مجموعة من المشروعات في الحالة ديت هنشوف القضية بتاعت الانكريمنتل بعد كده لكن لو أنا بعمل محاولة صغيرة عندي الانيشال انفستيمنت خمسمية وفيه كمان نيجاتيف عند السنة الأولى ثمه بوزيتف عند التانية وكلام ده وأنا عاوز أجيب الانترن الريتوفرتين بالمحاولة والخطأ فلو اعتبرت سعر فايدة 2% هيديني بوزيتف نيتوفرتين معنى كده ان الIRR أكبر 6% يدي بوزيتف كده 10% يدي بوزيتف يبقى أعلى من كده اديله 15% يدي بوزيتف 20% يدي بوزيتف بالضبط هيوصل لزيرو لما يكون عن 47.82% في المية ممكن تجيبها باستخدام الأكسل أو باستخدام الانترباليشن تكنيك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته